فقرة في الحقيقة اللي احنا بنهتم دايما كبرنامج صباح الخير يا مصر بالبحث والمشروعات المبتكرة والنجحة في المجتمع اللي يمكن من خلال تطبيقها على الأرض هتفيد شريحة كبيرة من المستفيدين بهذه المشروعات أو هذه الأبحاث تحديدا والنهاردة في صباح الخير يا مصر هنستعرض مع حضراتكم تفاصيل مشروع العيادة الزراعية الذكية واللي بيتم تنفيذها بشراكة بحثية ما بين مركز البحوث الزراعية وجمعة النيلوي ده بتمويل من أكاديمية البحث العلمي اللي بيطرع دائما المشروعات البحثية ممكن المشروع كمان بين من اسمه يا أحمد أنه بيعتبر نموذج لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي وبيتبنى المشروع الإرشاد الرقمي للمزارعين من خلال تطبيق إلكتروني بيقدم الحلول للمشاكل الخاصة بصحة النبات ده بنكلم من الناحية الزراعية والإصابات بالأفات والأمراض في ثواني من ناحية تانية معنا تفاصيل أكتر عن هذا المشروع نعرف بيعمل إيه أكتر ونعرف تفاصيل كده فيه مع الدكتور عطو أحمد عطو مدير مكتب إدارة وتسوية التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعية صباح الخير على شعب مصر العظيم طبعا في البداية بنحب نواسي ونهن في ذات الآن كل أسر الشهداء من الشرطة والجيش ومن عموم الشعب المصري بالنسبة لهم الشهيد ونتهز برضو الفرصة ونهن الشعب المصري عموما بقروب حلو الشهر رمضان الكريم وننتقل بعد كده لمشروع العيادة الزراعية الزكية يعني إيه العيادة الزراعية الزكية؟ هي البلانت كلينك أو العيادة الزراعية الزكية دي كانت أحدى المبادرات التي تبنتها أكاديمية البحث العلم والتكنولوجيا بتوجهات من فخامة الرئيس لتعظيم دور البرستيشن فارمينج أو الزراعة الضقيقة أو الزراعة البزيخة أو الزراعة الرقمية أين كانت التسميع بتاعتها بحيث أن مصر تترك وبقوة التطور الحادث في مجال تقنيات المعلومات والكمبيوتر والصفتوير والزكاء الاصطناعي لتطوعها جماعة في خدمة كافة المجالات ويأتي طبعا على أهمها أو على رأسها مجال الزراع بحيث أن نقدم للمجال الزراعي كل المعلومات الزراعية والتقنية والإرشادات وكل ما يتعلق بالمحصول والأرض في صورة رقمية أو يدار بشكل رقمي من خلال توظيف ما يتوفر لدينا من التطور الحادث في تقنية المعلومات والزكاء الاصطناعي زي ما قلنا وبنفس الوقت انتشار الهواتف الخلوية التي أصبحت في إيد كل الناس فبالتالي من السهل أن ننقل المعلومة للمزارع أو للشعب المصري اللي يهتم بالزراع بشكل رقمي لحد إيده أو لحد يجيبه وبشكل بسيط جداً وفي صرعة كبيرة هذا باختصار عيادة زكية طيب، نحن نتكلم أنه من ضمن المعلومات كمان اللي قريتها أنا عن المشروع أنه بيقدم حلول للمشاكل الخاصة بصحة النبات طيب، إيه هي الحلول دي؟ إزاي بيتم أصلاً اكتشافها؟ لو بنتكلم أن المزارع بيستخدم الزكاء الاصطناعي فهو بيستخدم خليناً أقول أي وسيلة أنه هو يقدر يوصل بيها عن طريق تطبيق أو حاجة فإزاي بيتم اكتشاف هذه الأمراض الموجودة في النباتات؟ إحنا نجيب الموضوع من بدايته أنه كان في العصر القديم أو في الماضي أن المزارع كان فيه المرشد الزراعي وكان متوفر أنه بيوصل للمزارع وبشخص الأمراض اللي في الحقول بتاعته وبيبدأ يدروا التوصيات عليها طبعاً انخفاض عدد المزارعين وترامي الزراعات وتفتت الحيازات في مساحات كبيرة جداً إحنا وصلين تقريباً لسبعة تلاف قرية وتابع بيعمل في الزراعة ما يقارب تقريباً 25% من القوى العاملة يعني تقريباً 25 مليون أسرة تقريباً العدد كبير جداً المزارعات المترامية المزارع اللي عنده مشكلة كمان عندنا حاجة صعبة جداً إن احنا ما عندناش تجمعات محصلية لو حضراتكم زلتوا أي قرية هتلاقي تعدد محاصيل بمساحات بسيطة بجوار بعضها البعض صحيح ده بيقدي إلى انتشار كبير جداً للأفات بمختلف أنواعها سواء كانت الأفات دي حشرات أو أمراض أو كانت بعض الأمراض الفسولوجية لتتعلق كمان بتغيرات الزراف المناخية طيب المزارع عشان توصل له المعلومة دي وبشكل سريع جداً ومع زيادة السرعة في انتشار الأفات والحشرات عشان ينتظر إن هو يجيب المعلومة من المرشد هتكون صعب جداً فمن هنا كانت التفكير في إن احنا إزاي نطوع كل مخرجات البحث العلمي اللي بتنتج من الدراسات والأبحاث اللي بتتم في مركز البحوث الزراعية وفي الجماعات أو في كليات الزراع على مستوى الجمهورية وفي مركز البحوث الصحراء وخلافه في كل مركز بحثي بهتام الزراع إزاي نطوع المعلومات دي وننقلها بصورة تقنية من الأدرج أو من المعمل للسوق زي ما بنقول أو من لابتو ماركت إن احنا بقى ننقل التطبيقات دي عشان يستفيد بها المزارع لأن لو المزارع ماستفدش بالتطبيقات دي هيبقى إيه في إيديتها صحيح فكانت طبعا عمليات التطبيقات إن إحنا إزاي بقى نشخص الأمراض الحشرية على النبات نوصل التطبيق ده للمزارع المزارع وهو في حقله بينزل الحقل التطبيق بيوتاح على التلفون بتاعه على التلفون المحمول بيهد صورة للمرض بيبعثها للبرنامج بيجي له الرد في خلال سنية 2-3 ده العادة الزراعية الزكية طيب في بعض المزارعين يشتكوا قالوا إن إحنا معندناش حاجة شبيهة بالتشخيص عن بعد اللي كان بيكلم عليها الدكتور أوض تاج الدين من شوية بالضبط كده أشخاص النهاردة مرضو موجودة هو حظرك الزكاء الاصطناعي اخترق كل أوجه في الحياة يعني ده دلوقتي كمان يعني بقى فيه إن يحدد لك يعني آخر مقالة قريبتها التنبؤ بالنقص في الغذاء لمدة سنة قادمة عن طريق التاريخ الصحفية والاستشعارات عن بعد وخلافه والتشخيص عن بعد يقول لك إن مثلا في المنطقة الفلانية نتيجة التاريخ اللي جاية منها والتقارير والاستشعارات عن بعد فكرة تجميع الداتا أنا مجمع الداتا كلها فأنا عارف إيه الوريدات اللي جاية من هنا والصدرات اللي جاية من هنا فالخلل هيبقى فين وإمتى هيقدر يسمى أو يحس بيه طيب عاوز أسألك سؤال برضا يا دكتور إيه الفرق ما بين العيادة الزراعية الزكية والسمارت فارم؟ يمكن إحنا شفنا في إحدى الافتتاحات للسيد الرئيس شفنا أبليكيشن موبايل مربوط بمزارع نخل بيقدر يقول النخلة دي إنتاجيتها قد إيه والسلالات القادمة منها قد إيه والكلام ده كله إيه الفرق ما بين ده وده؟ هي سواء كانت الإصمارت فارم أو الإعادة الزراعية أو تطبيقات المحمولة في تهم الزراع كل ده بتندرك تحت الزراع الزكية أو البرستيشن فارميج أو الزراع الضكية أو الزراع الرقمية اللي بيحصل في الإعادة الزراعية هو يعتبر حاجة شبيهة لإدارة الصوب الزراعية أو المزارع عن طريق تطبيقات تحدد احتياج الصوب دي أو النباتات دي للمياه والتسميد ومعالجة الأفات والخلافة برضو في الإعادة الزراعية المزارع بيقدر يعرف الأفات وعلاجها وكمان عنده في التطبيق بتاعه مدرج تغيرات المناخية عندك هتحصل إيه يعني احنا كنا عاملين تطبيق تاني غير العادة الزراعية بموازله حاجة أسهل شواء للمزارع اسمه إحمي أمحك عليه المزارع بيدخل يشوف التغيرات المناخية وإيه المتوقع الأسبوع الجاي ان هو يجيله من أفات وبالتالي يقدر يتحرك لو هو عنده تطبيق أحمي أمحك بيقوله وكمان العادة الزراعية كمان برضو مربوطة بالتغيرات المناخية بتقوله انت الأسبوع الجاي محتمل عندك إيه عندك إيه في الأفات عندك إيه في الأمراض لو انت رويت الأرض أو ما رويتش تقدر تروي إيه في حاجة لسه بنبصرها في المستقبل ان احنا كمان هنقدر نقول للمزارع انت عندك نقص تسميد لو سمحت تفضل سمد الأرض بتاعتك دايما بالتطبيقات الزكية أو بالزراع الزكية أو بالعادة الزراعية نقول للمزارع دايما خد بالك خليك صاح محصولك هو مستقبلك وأكل عيشك ورزقك فخلي بالك منه عشان تقدر تعيش وتقدر تقدم لوطنك الغذاء الصحي والآن ايه التحديات اللي يمكن وجهة المصروع في مرحلة التنفيذ هي يمكن التحديات ان المزارع المصري عندنا زكي وعنيد وفي نفس الوقت بيتقبل التطبيقات ولكن بحذر بمعنى ان المزارع المصري من زكاءه دايما ان هو يحب يستدرجك ان هو يعرف اكبر قدر من المعلومات وما يدكش الاهمية ان هو الموضوع ده مهم بالنسبة له لكن لما تجيب تديري ظهرك هتلاقيه يستخدمه ما ظهروش قبول اكتر في الاول للمشروع دايما اي جديد هتلاقي ليه مقاومة لان عمر ما الكائنات البشرية او البشر هيكتمعوا على شيء لانهم اختلفوا في البداية على عبادة الرحمن فمش هيكتمعوا على تطبيق لكن مع مرور الوقت ولم الناس بدأت تشوف بعينها بدأت تولى فعلا انا هقدر امسك التليفون المحمول اللي في ايدي ده واخد صورة للنبات يديني حل يعني فيه ناس ما كانتش مصدقة يعني كنا بنصور في احد المزارع فمزارع ما كانش مقتنع في اول شهرين تلاتة وبدأ يشتغل معنا في موسم الارز اللي فات بعد ما بدأ يشتغل وبدأ يرقص ويتكلم ويقول حاجة عظيمة حاجة جميلة كده فهي دايما لازم ننزل ببساطة للمزارعين ان احنا نوصلهم الفكر التقني ده العالي بصورة مبساطة عشان نقدر نخاطبهم ونوصلهم المعلومة بمناسبة النزول ببساطة للمزارعين هل المزارع او الفلاح المصري مهيأ او على استعداد لاستخدام التكنولوجيا في الزراع وده هنج وفي منه المهندس وفي منه الدكتور وفي منه الطبيب وفي منه المزارع اللي هو بنقول عليه مزارع والمزارع اللي بنقول عليه فلاح وفي فرق كبير بينهم فاللحظة الراجل المتفرغ لأرضه أخذ المعلومات بتاعته عن خبرة عن كابرة عن كابرة عن جده أبوه عن أجداده طارق سمينا جدا خبرة وعارف كل حتة في أرضه فيها والمزارع ده راجل اتعلمه وفي نفس الوقت تتوظف وظيفة معينة وبيدير عمله فعارف طيب إحنا عشان نوصل التكنولوجيا دي كان لازم نقوم بدراسات جانبية هل المزارعين فعلا بيهتموا أن هم يوصلوا لكل ما هو جديد عن طريق شبكة المعلومات عموما فكان لازم نعمل دراسات وأخذنا بعض الدراسات القديمة ووهتمنا بها وبدأنا نعمل إحنا دراسات من خلال المشروع في شكل جانبي المزارع بيهتم بإيه لقنا أن المزارعين بيهتموا بالسوشيال ميديا بدرجة كبيرة جدا بين المزارعين وبعضهم وبين المهندسين في الكرة عاملين مجموعات من خلال سلفية أو أبحاث تعملت يعني آه لا إحنا عملنا حضرات الدراسة دي أخدناها ثلاث شهور في كرة مصر في الشمال والجنوب في الصعيد وواجه باحي عشان نشوف المزارع بيعرف إيه آه أولا أحرك تعرف طبعا أن عشان أحدد قلية الوصول قلية الوصول للمزارع وإزاي إيه اللغة اللي هخطبه فيها في العيادة الزكية ماهنا عيادة زكية لو هطبقها زي الكتاب ما بيقول آه بعد ما هتخلص هتتريكن محدش هتستخدمها لكن أنا لازم أطوع العيادة الزكية بالأسلوب أو بالكينات المصرية اللي هتستخدمها صحيح فراك تعلم أن تقريبا تسعة وتسعين في المئة من الشعب المصري بيستخدم التليفونات آه الدراسة قالت أن في آه تمانية أو سبعة وتمانين في المئة من المزارعين معهم لصمارتفون آه يبقى كده معنى كده أن هو هيقدر يشتغل على العيادة الزكية طيب من التمانية من السبعة وتمانين في المئة دول لقينا أن تنين وسبعين لخمسة وسبعين في المئة بيستخدموا السوشيال ميديا سواء الواتساب أو الفيسبوك أو شبكات العنكبوتية أو بيسموها شبكات الانترنت للوصول إلى المعلومة وبيكونوا فيما بينهم مجموعات لتبادل الأراء والأحاديث ويحل المشكلات طيب معنى كده أننا لما أوصلوا المعلومة فبدأنا نشتغل مع الناس فعلا في فترة موسم الأمحي اللي فدى أن نحن نوصل لهم المعلومات عن طريق الواتساب على أساس أننا نحن نتحكم فيه آه بعد الواتساب ادنا لهم تطبيق محمول ينزلوا أول مرة عن طريق النت وبعد كده ممكن يستخدمه أوفلاين عشان بقباش فيه مشكلة نت ففعلا الناس بدأت تنقل من الواتساب للمعلومة لأنها بدأت تدور على المعلومة وبدأ يسأل ويبعت أسئلة ونجاوب ونرد فحدث تفاعل كبير جدا يجي السؤال هل المزارع اللي هو بيجيد الكراءة والكتابة زي المزارع الذي لا يجيد الكراءة والكتابة معنى كده أننا لو عندي مزارع أمي أوصله المعلومة ازاي لازم أوصله المعلومة في صورة صورة مكتوب عليها رسالة نصية وفي نفس الوقت فويس أو رسالة صوتية إن أنا أقول له أنت عندك النبات ده مصاب بشلف لو سمحت عليك بكذا وكذا يبقى أنا كده وصلت له الصورة بكل جانبات الموضوع بحيث إن أنا أقدر أوصله المعلومة بالشكل طيب هل المشروع ده نقدر إن إحنا نطبق يمكن في مجالات تانية لو تكلمنا مثلا إنتاج الحيواني الاستزراع السمكي نقدر إن إحنا نطبق نجاح هذا المشروع على حاجات تانية عندنا طيب هو سؤال حضرت جميل جدا لأن المشروع بالفعل هو شقين شق بيتولى الصحة النباتية أو العادة النباتية أو العادة الزراعية الزكاية في المجال الإنتاج النباتي وكان دراسة تمت على الأمح والأرز والشعير الشق التاني على الأمراض الحيوانية السريعة واللي هي الأمراض الحيوانية المتقلة زي الجلد العقدي والحمى القلعية وفعلا التطبيق يمكن النتائج في الحيوانات كانت صعب جدا إن إحنا ناخد الداتا اللي هنبني عليها البرنامج لأن هكتعرف إن الزكاية للصناع بيعتمد على البيج مينونج داتا أو الداتا الضخمة إن إحنا نقدر نبني بها النظام فلو تخيل حضرك إن إحنا جمعين أكتر من 2 مليون و600 ألف الصورة للأعراض اللي اشتغلنا عليها فجمعنا فعلا في خلال السنتين على الحمى القلعية والجلد العقدي النتائج هائلة جدا التعامل مع الحيوان طبعا يبقى مختلف جدا عن النبات كتير عن النبات يبقى ليه السيستم تاني لأن النبات لو حصل دامج في المحصوله فقط 10% أو 15% ما فيش مشكلة فيه لكن الحيوان لو حصل دامج بيفقد الحيوان كله فالحيوان كله ده رأس مال يعني إحنا أمام التجربة بالتالي بنعمل زي إرلي ديكشن دايما أو إنظار مبكر للأمراض دي عند المزارع نعم يعني إحنا أمام تجربة التجربة دي أثبتت أن بالبحث العلمي بالعلم بالتكنولوجيا بالمعرفة نقدر اللي إحنا نقضي ونتلاشى كل الأخطاء المستقبلية اللي ممكن تصيب سواء كانت مزرعات نباتية أو استزراع سمكي أو أيضا مزارع حيوانية طبعا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق ويعني بنتمنى أن زي ما بيتقال كده بالعلم والتكنولوجيا تحيى الأمم دائما وعمرنا أبدا ما هنحل نفس المشاكل بنفس طريقة التفكير اللي كانت سبب فيها في يوم من الأيام عشان كده هنا بيبرز دور التكنولوجيا تحيى بالإيجابي من التكنولوجيا طبعا طبعا بالنشور حياتي للدكتور عطوة أحمد عطوة مدير مكتب إدارة وتسوية التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعية شكرا جزيلا شكرا جزيلا